السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكو حباب قلبي عاملين ايه? النهاردة مع بعض هنعمل الكريم الشمطية على طريقة اشهر المحلات طريقة سهلة وبسيطة. شايفين قوامه قوامه متماسك. مش هيسيح معاك ابدا حتى في عز الحر مش هيسيح معاكي. بطعم مميز هنحاول الكريم الخام لكريم اللباني بطعم خطير بجده يعجبكم. بتمنى كده تحطوا لايكات كتير جدا الفيديو ده. عايزك تواسطلوه لالفين لايك. يلا حط لايك بسرعة ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. اول حاجة انا جايبة كده باستري كريم الربع كيلو باربعتاشر جنيه هاخد منه معلقتين كبار. آآ الباستري كريم اهميته وفايدته ان يبقيت طعم جميل جدا للكريمة. ويآآ ما بيقصرش ولونه لما بيتقلب على مية ساعة. يعني انا حطيت كده معلقتين كبارة عليهم من نصف كباية من المية المسلجة. يعني المية المسلجة زي اللي بنحطها للكريم شنطية. هنبدأ نقلب فيها كويس جدا لحد ما آآ تاخد كده قوام آآ تقيل. شايفين? انا اقلبها كده وابريكو برضو شكلها عامل ازاي. بالشكل ده شايفين القوام بتاعه بيتقل ولما بيتقل شوية. ايه بديل يا جماعة اللي هو القاستر. تمام? ده قلبت شوية القاستر كده وعملت القاستر وممكن تحطيهم مكانه. عندي هنا احط معلقتين صغيرين من الجيلاتين. الجيلاتين بتباع مش مش غالي خالص يا جماعة. الجيلاتين ده بتباع في محلات مستدامة الحلوان. الحلواني. آآ بضيف على المعلقتين استغيرين حوالي آآ ربع كوباية من المية الدافية. المية بتكونش سخنة المية بتكون دافية. واقلب لحد ما القوام شايفين بيبدأ يفك معي كده واحدة واحدة اهو. بالشكل ده. ايه فايد بقى الجيلاتين ده اللي بيخليه متماسك ما يسحش معاك حتى فعز الحر. بكون حلو جدا. آآ بجيب كده عندي دولة ربع كيلو من الكريم الشانطية الخام. آآ ربع كيلو عبارة عن كبايتين كبايتين آآ مج. وبحط عليهم كباية ونص في الاول. الاول بحط كباية ونص. وبعد كده لما بلاقي قوام تقيل اوي ومحتاج ان احط بحط تاني. وبحط كباية مليانة من السكر. السكر بتاعنا بيكون حبيبات. ان هو اللي بيخليها تنفش كده. لو انت حطتي بودر مش بحبه خالص بيخضر. يعني بحيث تاني هو ما بدينيش فوم عائلة. لكن السكر الحبيبات مهم جدا. سألتوني كتير في الكومنتات ايه صار ان القوام الكريمة معاكي بتفرد بقومنتها السولة يا موملك. آآ حبيت ان انا عملكوا الفيديو ده النهاردة عشان ارد فيها على كل اسئلة بتاعتكم. انا مش في الغالب ما بعملش الطرقة دي. الطرقة دي لان جوي كان حر النهاردة. آآ فقلت ان انا عملها وكمان هيدينا طعم مميزة هنعمل بيها طرطة عيد الام مع بعض بازن الله انتظروا الحلقة الجاية هتكون طرطة عيد الام هتكون طرطة حلوة جدا وهتعجبكم ضفت كمان ربع كوباية لما لقيت ان القوام الكريمة آآ تقيل فحطيت كمان ربع كوباية المية بتاعتنا بتكون مسلجة عايز هتحط لبن حط لبن مسلج او ماء مسلج ايه اللي تحبيه خلاص كده انا بحط بقى دلوقتي البستر الكريم شايفين قوامه بيبقى عامل ازاي بتقل كده وبديك قوام تقيل زي القوام بتاع المهلبية بقى والكستر والحاجات دي اللون ما تخافش منه خالص مش بيأثر خالص عليه شايفين ضعف وسط الكريم شانتيم ومشاء الله ربع كيلو بيعملنا معي البولة البولة بتاعت العجان بتاعي سبعة لتري احنا تخيلين ربع كيلو بيعمل سبعة لتري هعمل بيها ترطاية كبيرة تلات ادوار هتعجبكم جدا بدأت ان انا اضيفت جيلاتين زي موقت الجيلاتين هو اللي بيخلي قومها متميسك مسحش معاك وتطلع معاك رزدات كويسة يعني الناس اللي بتتسيح منهم الكريمة الطريقة دي هتكون مناسبة لهم جدا حطوا يلا لايك الفيديو ده واصطلوا لأكبر عدد من لايكات وقلوا له في الكومنتات عايزين فيديوهات ايه عشان اعملها معاكم الفترة الجاي بامر اللام يبادي اشواء عن طبيخ لان الطبيخ عندي ما بيجبش مشاهدات خالص خلاص كده شايفين بقى عاملة ازاي؟ ما شاء الله البولة مليانة وتقدر طبعا متمسك خالص هوا تقدر طبعا تعمل لي بس الخطوة بتاعك اللي هو السكر والكريم الشنطية والمية وخلاص ديك برضو قوام حيلة جدا وزاي الفل بس ده بيحولها معاك بيبقى عطيك طعم آآ الكريم الشنطية الكريمة الخام اللباني كريمة اللباني آآ شايفين بقى القوام بتاعها بتفريديها ازاي عاملة ازاي؟ دي الترطة ان شاء الله هنزلالكم بكرة بامل الله ترطة عيد الام ترطة ماما ان شاء الله ترطة ماما كل سنة هي طيبة وكل الامات طيبين واللهم رحم امات المسلمين جميعا شايفين هتنفع بقى معاك الترطة ديت يعني مش تلعيج الام بس لأي عيد ملاد لأي مناسبة عندك آآ آآ حد متخرج عايزة هديها لحد يعني هتكون مناسبة معاك جدا شايفين القوام الكريمة عاملة ازاي؟ حلوة جدا يلا حط لايك الفيديو واسبكم في رعاية الله ومعاك الله